فرق الموت سلاح ايران النافذ في العراق لاسكات المعارضين لوجودها او حتى المنتقدين لسياستها كثير من الاخبار تحدثت عنها ووثقت سلوكها يوميات العراق منذ غزوه امريكيا يوما بعد يوم تزايدت قوة تلك الفرق وصارت اليد الضاربة في عمق الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية صحيفة ديلي تيلغراف البريطانية تفتح ملف فرق الموت ذات المنشأ الايراني والادوات المحلية وتتناولها من زاوية مهمتها السياسية في فرض اذرع ايران بحكومة عادل عبد المهدي بعد ان فشلوا كلاء طهران في حصد الاصوات الكافية في الانتخابات البرلمانية الموصومة بالمقاطعة الشعبية مسؤولون امنيون بريطانيون اكدوا لصحيفة التيلغراف ان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني كثف نشاطه بالعراق قبيل تشكيل الحكومة وتولى مهمة تدريب فرق الاغتيالات لاسكات الاصوات المنتقدة لسياسة نظام خامنعي ولا ادل على ذلك من وقائع الا حوادث القتل والخطف والاعتقال التي طالت الناشطين والمتظاهرين في البصرة على ايدي ميليشي الحشد ولها على ذلك شاهد من اهلها تابعنا ايضا ما جرى من حرك ومن هجوم ادنى افلام ادنى صور ونحن طبعا ما رح نذهب باتجاه الشباب العاديين وانما سنذهب الى الرؤوس التي اختفت يضاف الى ذلك ما اكدته شبكة فوكس نيوز الامريكية ان ايران هي من يقف وراء اغتيال مديري جوازات ديالا وبابل على سبيل المثال للحصر كما لم يعد خافيا على احد اغتيال العلماء واصحاب العقول على يد وحدات خاصة اسسها نور المالكي برعاية ايرانية وتلك وقائع سربت من موقع ويكليكس ادوار وظيفية اعتادت فرق ايران على تنفيذها في العراق منذ سنوات عدة حتى باتت معظم التقارير الدولية مجمعة على ان وراء كل رصاصة تغتال سياسيا او ناشطا في العراق بندقية ايرانية